مساء الخير معاكم دكتور هاني العناني استشاري جراحة عظام الأطفال أنا معاكم النهاردة علشان يعني نقدر ناقش بعض الأهم الأسئلة شيوعا عند الأمهات بخصوص أطفالها والصحة العامة وأكتر المشاكل شيوعا بالنسبة للأطفال بعدين عمدي هل في مخاطر على عظام الأطفال لما نزول صلاة الجيم؟ طيب ماشي طيب تمام أقول لأ ابتدي تاني ولا؟ بيجي لي أسئلة كتير جدا الأمهات بتسأل عنها وهي هل في مخاطر لنزول الأطفال في صلاة الجيم؟ طبعا موضوع صلاة الجيم ده مهم جدا ولكن المفروض إن هو يكون شيء شوية يعني الأطفال ما تبقاش موجودة أو مش هنقول الأطفال يعني هو في السن اللي هو من عشر سنين لحد سبعتاشر أو تمنتاشر سنة هو سن الأطفال اللي هو في السن ده إن هما لازم يكون في حد معاهم مدرب بيقدر يعرفهم الأداء والستريتشات والأمور ده ما تبقاش بشكل عشوائي لأن ده بيأثر على مراكز النمو لأنه هو ممكن يعمل حركات خطأ تؤدي إلى إصابات بالذات في موضوع الركبة والحوط فإنها لابد إنها تكون تحت إشراف مهني يعني يكون موجود حد معاه في الجيم عشان يقدر يقول له إيه التمارين المطلوبة إن هو يعمله ولكن ده مهمة جدا 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 عند الأطفال في كل مراحل النمو الرياضة مطلوبة لأنها بتعمل استريتشات كويسة جدا بالنسبة للمفاصل استريتشات العضلات بتساعد على تقوية العضلات بتساعد على تقوية المفصل نفسه وده في حد ذاته مهم جدا للنمو الطبيعي لشكل الطفل والنمو الطبيعي لصحة الطفل فبننصح طبعا إن هما الأطفال يلعبوا رياضة ومش شرط الجيم في حد ذاته لكنها تلعب رياضات ورياضات متعددة أهمها طبعا السباحة السباحة مهمة جدا 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 بقيت رياضات بقى إذا كان بيلعب فولي باسكت تنس كورة أي رياضة مهمة جدا علشان الطفل ينمو بشكل طبيعي ويبتدي نمو المراكز النمو بتاعته بتنمو بشكل طبيعي ولكن تتم تحت إشراف مهني مزبوط لأن في نفس الوقت الإصابات بتاع مراكز النمو بتسبب لنا مشاكل كتيرة جدا لنمو الأطفال في حد ذاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر